إن الإنسان يأخذ حق أخيه فده نوع من أنواع الخزدان مش عايزة أصور لكم قد ييه بتكون قلوب الإنسان في أدنى أحوالها لما يحس أن يحد كان قادر ينقذه ثم طرق إنقاذه ولذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحذر من الكبائر يقول ألا وقور الزور ألا وقور الزور ألا وقور الزور إن قول الزور ده من أشد الكبائر ومن أشد أشكال الخزلان اللي ممكن يخزل في إنسان أخاه يبقى لا يخزله لا يخزله يعني لا يتركه وقت الحاجة لا يخزله أن يكون عنده فائض ولا يفيض عليه به ولا يخزله يعني ما يصلش الحال بأنه هو ينصر عليه وهو قادر على منع الدر عنه وقادر على إنقاذه وإخراجه من الهلكة كل دي أشكال من أشكال الخزلان يبقى المسلم أخو المسلم إيه اللي حصل أول شيء المسلم أخو المسلم يبقى ماذا يفعل أول شيء يمتنع عن إيه المسلم أخو المسلم يمتنع عن إنه هو يكذب أخاه ويخذ الأخاه ويمتنع أيضا من أن يجعل هذا الإنسان معرضا للخطر وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى وأكد هذه المعاني فقال كل المسلم على المسلم حرام يعني إيه ما ينفعش بشكل أو بآخر تعتبر ذاتك أكرم وأعز وأكثر احتراما وأكثر إجرالا من ذات أخيك يعني إيه يعني ما ينفعش أن أنت في لحظة من اللحظات تعتبر أني عرضك أولى من عرض أخيك فإذا كان عرض أخيك سيتعرض للغيبة والنميمة والأذى أو حد يتعدى على عرضه فتنقذ عرضك ترجع للشخص الأول عشان هو شايف أن دم أخوه مش أرخص من دمه وإحنا شفنا تطبيقات في غاية السوق مع التدين الكمي والتطرف إزاي هان عليهم دم المسلمين هذا مخالف للرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا دماء اللي أمثلهم من المتطرفين أولى من دماء غيرهم فخاضوا في دماء الناس دمه وماله وعرضه ماله لا يجوز الإنسان يقول لأنه أصاحب حاجة من حقه أنه يتعدى على مال أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لا يجوز ولذلك من التعدي على الدم أن أنت تجعل أخوك يتحط في موطن يتعرض فيه للخطر فما ينفعش أن أنت تستهين وأنت ماشي في الطريق تستهين بدماء الناس دمهم حرام وأن تعريض دماءهم للخطر حرام فتجاوزك السرعة المقررة وتعريض الناس للخطر حرام لأن دمه حرام أن أنت تؤذي الناس فتتاجر في المخشوش من الدواء حرام لأن دمه حرام أنك تتاجر في المخدرات حرام لأن دم أخوك حرام فما ينفعش ما يجس أن أنت تعمل ده لأن أنت بتؤدي بأخيك إلى الهلكة والتعدي على دماء الناس من الكبائر مش لازم عشان تبقى متعدى على دمه أن أنت تقتله لكن أن أنت تعرضه للموت وقد يصل للإنسان أنه واحد يعرض نفسه أنه يعالج الناس بغير أن يكون من أهل العلاج ده حرام ده كبيرة كل ده من الكبائر دمه وماله الشخص اللي يروح يعبث بأموال الناس ويتوجر بأموال الناس ويجمع أموال الناس وهو نصاب أو أنه هو مش قادر أنه هو يستثمر أموال الناس ويعتبر أنه هو من حقه أنه هو يلعب بأموال الناس ده حرام وأكل أموال الناس بالباطر الخوض الدائم في أعراض الناس حرام ولذلك ما حد يشايسونك من ده غير التقوى ولذلك التقوى ها هنا التقوى في القلوب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اللي بيوصل الناس أنها تتعدى على الدماء والأعراض والأموال معنى مهمة أول حضرة النبي يختم به الحديث بحسب امرئم من الشر أن يحقر أخاه وكأنه بيقولك حط نفسك على الميزان أنت بتحقر أخاك بل لا لو كنت بتحقر أخاك هيفتح عليك كل أبواب الشر اللي فاتت دي لكن لو إنك أنت متوقف عن أن تحتقر أخاك إلا حاصل هتكون من الأتقياء ترجمة نانسي قنقر